رغم مخاوف تثيرها حرب ترامب التجارية مع الصين والتحذير من مغبة الاستمرار في فرض الرسوم الجمركية يصر الرئيس الأمريكي على المضي قدما في تلك السياسة بل ويهدد بالمزيد منها حتى الوصول إلى اتفاق تجاري مع بكين أو العودة إلى إطار اتفاق يقول ترامب إن مفاوضي البلدين قد توصلوا إليه وتراجع عنه الجانب الصيني نحن نتوقع الاجتماع بالرئيس تشي ونعتقد أن بالك سيتمه أثناء قمة مجموعة العشرين كان لدينا اتفاق ومن ثم تراجعوا عنه وأرادوا شطب أربعة أو خمسة بنود رئيسة يجب أن يعودوا إلى الاتفاق لأنني لست مهتما بمناقشة إطار جديد في ملف كوريا الشمالية كشف الرئيس الأمريكي عن تلقيه رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وصفها بالجميلة دون الكشف عن فحواها في الوقت الذي تتسرب فيه أحاديث عن تحضير لقمة جديدة بين ترامب وكين وبينما يصر الرئيس الأمريكي على إبقاء العقوبات مشددة على بيونغ يانج يجدد إغراءها برخاء اقتصادي إن هي تخلت عن برامجها النووية والصاروخية أعتقد أن كوريا الشمالية لديها إمكانيات هائلة بسبب قدراتها البشرية وموقيعها المميز بين روسيا والصين وكوريا الجنوبية لديهم إمكانيات مميزة وأظن أن كيم جونغ أون يعي ما يجب فعله ترامب أيضا ربط الملفين بفرص نجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة معتبرا أنه الأقدر من أي منافس ديمقراطي على التصدي للصين والوصول إلى سلام مع كوريا الشمالية ربط ينذر بجعل الملفين عرضة لتجادبات السياسة الداخلية الأمريكية ويجعلهما رهينة المناكثات الحزبية يبني ترامب إرثه في السياسة الخارجية بفرض العقوبات والرسوم الجمركية يمنة ويسرى وبالتهديد والوعيد بين الفينة والأخرى إما أن تقبل الأطراف الأخرى بمطالبه أو تستعد للمزيد من عقابه سياسة ينتهجها الرئيس الأمريكي غير آبهم بتحذيرات الخبراء ولا بواقع أنها عجزت حتى اللحظة عن تحقيق أي نتائج مرجوة ترجمة نانسي قنقر